خميس جمعة أخذهم في رحلات إلى القرى والمدن خارج الدوحة عندما كنا في المراحل الابتدائية في كل مدرسة في مكتبة زاخرة بكل شيء هل الآن في كل المدارس في مكتبة زاخرة بكل كتب المعرفة؟ دايماً أقول أصحاب الوجوه السمر أصحاب قلوب الياسمين مهما تحدثت عن السودان فالسودانيين ذي لين الوصف الحقيقي عنهم أنه هم دائماً أصحاب الإثار بس في حاجة بيقول لكم أنتوا سودانيين على كثرة هالأدباء والمفكرين إنتاجكم مع الأسف الشديد في فترة الستينان عرفنا الطيب صالح عرفنا وردي عرفنا صلاح أحمد البرهيم عرفنا مجموعة من المبدعين الآن عندكم مبدعين ليش أنتم مغلقين على نفسكم؟ ليش ما يطلع أبداعكم خارج الحدود؟ حتى بالنسبة لمعارض الكتاب يعني ليش محدودين هذا الإطار يعني؟ حرام مع الأسف يعني يعني مفروض يكون لكم إطلالة يعني أسابيع ثقافية شاركوا بمبدع بأديب بشاعرة بمبدعة وفي موروث كبير في سودان طيب موروث كيف أعرفه أنا؟ أنا بقلاقتي بالسودانين أعرف في الآخرين ليش لا؟ يعني حاولوا قدر المستطاع سودان قارة من المبدعين البلد الأجمل ما يكون أنا عيني رأي داك يوها ليطينك وليأ أرضك وليك والقمر الفق سوحك ضاوية البلد المخ منك تنين والناس كلها مرساوية لو شفوك بعني أكيد العالم كله حيعجب بك وأنا شايفيك من أجمل زاوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عبد الله شرقاوي حيكم في بودكاست أجمل زاوية بودكاست أجمل زاوية لهذا اليوم بالتأكيد أنا أستطيع في واحد من القامات الإعلامية العربية والقطرية أستاذي الناقيد والإعلامي والخبير حسن رشيد مرحبك أستاذنا ومساء الخير أنا في الحقيقة سعيد بهذه الاستضافة خاصة مع شقيق من السودان دايما أقول أصحاب الوجوه السمر أصحاب قلوب الياسمين مهما تحدثت عن السودان فالسودانيين ذي لين الوصف الحقيقي عنهم أن هم دائما أصحاب الإيثار فمهما تحدثت عنهم هم دائما يؤثرون على أنفسهم مهما كان يمكن أنا عشت في القاهرة ودائما أقول عنهم ساعات يزعلون وساعات يفرحون أقول السوداني يجي من السودان بالمركوب ويمشي إلى السودان حافي لأنه ما يهم في هذه الدنيا أن يعيش فقط للآخرين حقيقة يعني دائما في هذه الدنيا ما يهم أي شيء فقط أن يعيش من أجل الآخرين يا سلام ده من أصلك يا دكتور لا ده حقيقة فقط الله ده من أصلك الحياة بالنسبة له رحلة قصيرة فأن يعيش من أجل الآخرين وهذا ما تجده في أي شعب من شعوب الكون يا سلام والله هذا من أصلك ونحن برضو أستاذي بنستمتع جدا جدا بوجودنا معاكم هنا في دولة قطر ومستمتعين ما حسين أن هي بلد ما بلدنا هي بلدنا الثاني ونحن نعتبر نفسنا جزء أصيل من هذه الدولة المعطاة تحية لشعبها وحكومتها بقيادة أمير الشاب تميم والأمير الوالد حفظهم الله ورعاهم نحن سعداء بأن نوثق من خلال هذه الزاوية اللي واحد من القامات الإعلامية الكبيرة في قطر والنقد المسرحي والباع الكبير أستاذي حنتكلم عن السودان وعلاقك بالسودانيين وفي الدوحة وفي القاهرة وفي رحلتك العملية ورحلتك الدراسية لكن قبل هذا كله أكيد الإنسان في بداياته يشكل نفسه بالشيء تشكيل أستاذنا الدكتور حسن رشيد لأنه يكون واحد من إعلامه الوطن العربي حدثنا عن تشكيلك البدائي في مهنة الإعلام وأيضا النقد المسرحي والكتابة وأنت أول من تكتب صحيفة الرائع عن الهموم المسرحية صحيفة العرب عن الهموم المسرحية وأول من يدخل الإزاع والتلفزيون ويبادر بالمسرح رجل عصامي مسيرة كبيرة جدا جدا لكن نتحدث عن اللبنة الأولية لحسن رشيد في حقيقة الأمر الدور دائما للمدرسة يمكن إحنا كنا جيل المحظوظين لأن الأساتذة في المرحلة الابتدائية الله ساق لنا أستاذ جميل جيلي أنا أتكلم عن جيلي كان المرحوم أحمد علي منصور هو اللي استلمنا منذ الصف الأول الابتدائي سواء كنت أنا كان لكل أستاذ يسمونه مربي الفصل وهو اللي استلمني أنا واستلم صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة والشيخ عبد العزيز ومجموعة كبيرة من الزملاء في حقيقة الأمر لغاية ما تخرجنا كل شاب من هؤلاء الأطفال الأصغر لغاية ما تخرجنا من الثانوية كان عنده حلم وكل واحد كان يحول قدر المستطاع أن يحقق للأستاذ ولذاته في حقيقة الأمر أو يشبع غرور الذاتي من حسن حظي أني أنا كنت أحب أكون دائما من الأوائل وطوال المراحل المختلفة كنت الأول الأول على قطر في المرحلة الابتدائية ويمكن هذا الأمر الآن وأنا أفكر أقول كان البعض وبخاصة في الأسرة غلفني بشيء الآن أقول كان خطأ لكن في نفس الوقت كان حلو لأن أنت يا عبد الله كان يمكن أمك وأبوك حملوك وزرهم على إخوانك كان قدام إخوانك يقولك عبد الله أنت طيب فيحملوك كلمة الطيب بخلاف أخوانك أخوانك يطلعوا من البيت يلعبوا كورة يقولك عبد الله أنت رح جيبي الشيء الفلاني لأن أنت طيب أنت دائما الطيب فكلمة الطيب حملوك وزر أشياء كثيرة أنت جريء أنت كذا فحملوك تبعيات كل شيء اللي في البيت موجود أنت أنت يا عبد الله تسمع الكلام فأنت تسمع الكلام الآن وأنت في هذا السن تقول يا أخي أمي وأبوي حملوني مجموعة من الأوهام اللي ما حملوا لإخوانك فأنت كنت حمالة الأسية مثل ما يقولون في الأغنية القديمة لكن هذا الأمر بلا شك اللي حملوك إياه كان عملية جميلة جدا جدا في نفس الوقت لأنك أنت تربيت على الفضائل الجميلة اللي تكونت من خلالها شخصيتك الحميمية بالنسبة لأسرتك أنا في الحقيقة هذا الأمر دفعني أني أنا أكون أقرأ بشكل متميز وأقرأ بدون أن أعفي كثير من الأمور أيضا كان هناك أساتذة يعني مثلا لما جاءنا أستاذ من الأساتذة ودائما يزرع في ذاكرتك أمر قال لنا الشهيد السوري قول جمال اللي فجر في سنة ستة وخمسين أحدى البوارج اللي جات تغزو بور سعيد كان يقرأ في كتابين فقلت كيف يقرأ في كتابين وأنت طفل صغير تريد التقليد فقلته كان من الصعوبة أقرأ كتابين جاءنا مدرسة آخر قال لي أخيك من يقرأ العبرات والنظارات لمصطفى لطفي المنفلوطي لازم يبكي فرحت في سوق واقف كان الأفغان يفترشون الأرض ويبيعون الكتاب النظارات وغيرهم بربية العملة الهندية فاشتريت فحاولت أن أتماسك نفسي حتى لا أبكي فطبعا أنت لما تقرأ النظارات والعبرات هي بكائية طبعا هي مترجمة يعني وليست من الأدب العربي فحاولت أن أتماسك نفسي ولكن ما تقدر أنت في الصف السادس أنت تتماسك نفسك فحاولت أن أتم أمسك نفسي فيما بعد اشتريت لتوفيق الحكيم بعض الأعمال حاولت أني أقرأ ولكن مداركك أضعف من أنت تتواصل مع توفيق الحكيم وفكره في ذلك الوقت في ذلك الوقت طبعا لأنه أنت ماذا تقرأ دائما في المدارس كان يعطوننا أشياء مع مداركك عمره شاه أو أشياء البسيطة أو عبقرية عمر أو إلى آخره أو جزء حيستوعبها العقلي طبعا ولكن أنت تبي تقفز فوق هذه الأمور لكن حاولت قدر المستطاع أني أنا أقرأ ما هو متوفر في مكتباتنا وما هو موجود من مجلات ومن جرائد ويمكن كان في بعض المجلات التي ساهمت في ذاكرتنا مثل مجلة العربي التي كانت تصدر في الكويت وبعض المجلات التي كانت تأتي من القاهرة مع بعض الرفقاء التي كان يعشقون القراءة في ذلك الفترة يمكن استعراض لمعلوماتك المدرسية وهذا ما هو دفعنا إحنا كجيل يعني أننا نقرأ ونحاول قدر المستطاع أن نضع قدم في الثقافة العربية أكيد المسألة دي أستاذ الفاضل كانت محتاجة لرقبة قوية أنك عاوز تشكل نفسك من النشأ يعني عاوز تكون إنسان مميز عاوز تحقق الحلم معين هل كان الإعلام والنقد المسرحي كذلك خلينا جانب النقد المسرحي هل كان الإعلام هو طموح أو حلم الصباح لأستاذي حسن؟ ما كان موجود عندنا في ذاك الفترة الإذاعة والتلفزيون ما كان عندنا الموبايل اللي يشغل الكون الآن الآن الطفل إذا يصيح عمره سنة ارمي عليه الموبايل ما لك يسكت ما كان في وسيط آخر يغذي ذاكرتنا أو يلغي ذاكرتنا أنا أسميه الآن الطفل مثل ما قلت لك عمره سنة يبكي وأنا شفتم في العربات في المولات إذا يصيح غل على الموبايل فيسكت ما كان عندنا ما يشغلنا كان عندنا الكرة في الفرجان نمارسها فهمت؟ وهذا ما يشغلنا في فترة محددة وفيما بعد ما كان عندنا ما يشغل ذاكرتنا لما كان عندنا التلفزيون وهذا عند البعض من من يملك المال كان عندنا قناة وهي قناة أرامكو فيما بعد القنوات كانت تبث فهمت؟ عندما ظهر عندنا الإذاعة كانت في 25-68 وكنت أنا أول من قال إذاعة خطر من الدوحة كان البث موجود لفترة محددة أيضا فلذلك ما كان يشغل ذاكرتك حتى أنت تغيب عن هذا الإطار فكان القراءة هو عالمك المحبب ومن ثم كنت أنت تشبع غرورك الذاتي من خلال القراءة ولذلك القراءة هو عالمك الأجمل وعالمك اللي يعطيك كل ما أنت في حاجة إليه الآن القراءة أصبح عند الفئة العاشقة للقراءة أنا ما أقول لك القراءة إن عدمت هناك في قراءة القراءة من؟ عند العالم الآخر لأن القراءة بالنسبة لهم هو العالم اللي موجود عندنا إحنا القراءة شبه مفقود لما أنت واحد من أعظم الكتاب عندنا نجيب محفوظ يصدر من كل كتاب ثلاثة ألاف نسخة وعندما يصدر واحد مثل إليكسي هيل الجذور فيكون يبيع من ملايين النسخ فهمت؟ أكيد في فوارق هناك الفرق الكوني فهمت؟ لما نسمع بملايين النسخ تباع لمؤلف من المؤلفات في الغرب يعني نكتشف البون بين ما يقرأ الآخر وبين ما نقرأ نحن في حقيقة الأمر طيب أستاذي يعني أنت بتوعي في السابق القراءة كانت الحل الوحيد لأنك أنت توسع مداركك توسع أفقك تتغزى تماما بالثقافة والمعرفة وكان كده كان في شقف كبير لكل الطلاب والتلاميذ في المدارس في الأحياء في الفرجان حتى في تنافس في الأحياء لقراءة الكتب في الفرجان لقراءة الكتب في الوقت الحالي يعني كما ذكرت شبه عدمة القراءة ممكن تعزي المسألة للتقنية الموجودة حاليا أو لسرعة الحياة إقاع الحياة ما في حد عنده زمن يقدر يقرأ فيه كتاب والله يشوف فيه كان فيه شغلات وإحنا في القاهرة ساهم في بلورة أفكارنا كان فيه مشروع الألف كتاب أيام عبد الناصر كانت الكتب تبع بملاليم ثم كان مشروع المكتبة السوفيتية في شهر طلعة حرب كان فيه المكتبة العراقية يبيعون بملاليم ثم كان المشروع الأهم اللي سويته سوزان مبارك كانت تبع بقروش لكن لما يكون سعر الكتاب بخمسين جنيه ومئة جنيه وهي على سبيل المثال أنا أقول لك يعني فبمقدور من أن يشتري السؤال يعني حقيقة الكتاب لابد أن يكون في متناول يدي وفي متناول يدك أن يكون كالماء والهواء حتى نشتري أنا وأنت فلما يكون أغلى من قيمة الذي رغيف الغوخبز ليس بمقدوري أن أشتري أنا وأنت الكتاب لابد أن يكون زادي وزادك نستطيع أن نشتريه ونقرأه يعني هذه العملية أنا كنت في آخر مرة في القاهرة فرحت للحيئة فلذلك وجدت الكتاب اللي كنا نشتري بملاليم وهي أصباح بمبلغ خرافة فلقيت موجود عليه أسعار أخرى محطوطة عليه يعني لذلك كان ذاتي يوم نفس الكتاب بملاليم الآن وضعوا عليه أسعار أخرى يعني وعلى هذا الأطار كنا نشتري الكتب بملاليم فهذا كان زادي أنا اللي كنت أنا استطيع أنا الآن استطيع أن أشتريه ولكن هل أنت تستطيع كطالب أن تشتريه؟ هذا هو الفرق أن تعطيني الكتاب بسعره الذي أستطيع أن أقتنيه وأن أقرأه هذا هو الفرق أنا أتمنى أن يكون سعر الكتاب في متناولك ومتناولي ومتناول الطالب الذي يستطيع أن يقرأه برضو الدول العربية والحكومات لا تأثير في تهيئة البيئة للقراءة يعني لو تدعم الكتاب تدعم طبعة الكتاب يعني نحن الآن نشوف واحدة من أكبر المكاتب في العالم موجودة في الدوحة مكتبة قطرة وطنية مكتبة يعني ممكن تشفع فيها كل رقباتها ممكن تقرأ وهيئة تماما للقراءة في الوطن العربي نهادر مما تجد الحكومات تهيئ للشعوبة إنها تقرأ أنه ربما الثقافة الكثيرة للمواطن تتسبب في أسياء كثيرة في عالم السياسة وفي عالم المعرفة وفي عالم أشياء كثيرة ذلك ممكن يعني يكون في حجبي للمجتمعات في أن تقرأ سؤال أسألك أنا سؤال آخر عندما كنا في المراحل الابتدائية في كل مدرسة في مكتبة زاخرة بكل شيء هل الآن في كل المدارس في مكتبة زاخرة بكل كتب المعرفة أسألك سؤال من المغرب إلى المشرق أكيد لا صح المكتبة الموجودة في قطر واحد من أهم المكتبات هل الطالب يذهب إلى المكتبة الموجودة ويعود المسافة سؤال أنا أريد في المدارس يكون هنا مكتبة ويكون هناك شخص موجود في المكتبة فأذهب له أقول أريد الكتاب الفلاني فيأتي بالكتاب الفلاني في الفسحة فأستطيع خلال 45 دقيقة في الفسحة أن أخرى هذا حتى ولو صفحات طبعا هل أستطيع أن أستعير الكتاب الفلاني هل أستطيع أن أستعير الكتاب الفلاني وأن أعيده للمكتبة غير ممزق سؤال آخر أن أحافظ على هذا الكتاب هناك أسئلة وأسئلة وأسئلة أتمنى أن أجد من يرد على أسئلتي الإشكالية ومن يرد على أسئلتي الإشكالية أقول أهلا وسهلا ومرحبا أكيد القراءة أمر مهم جدا جدا وهي زاد لكل إنسان وممكن توسع مداركك بشكل كبير أستاذي ذكرت أنك أول من أطلقت أو من ناديت الجميع بأن إذاعة قطر توث إليكم من الدوحة وأيضا حسب معلوماتي وما عرفت أنك أول من يعني أحد الذين تم اختيارهم بصعوبة لقراءة بيان الاستقلال الإزاع عندها زكريات كبيرة لكن قبل أن نتكلم عن هذين الحدثين المهمات أكيد رغبتك في دخول الإزاع شغفك واجهته صعوبات واجهته اختبارات واجهته معاينات معايير واجهته أشياء كثيرة جدا كيف تجاوز وكيف كانت المعايير في السابق في اختيار المذيع أو المقدمة البرامج أو قارئة نشرات الأخبار باي شانس اختارونا مجموعة كبيرة قالوا راح يفتتحون الإذاعة عدد كبير رحنا الإذاعة وعملوا لنا اختبار كنت الأول مجموعة كبيرة كنا في حدود الثلاثين يعني اختاروا الأوائل على الثانوية وكان أخي وصديقي الشاعر محمد المعضادي الثاني رحنا الإذاعة قعدنا فترة طويلة فأصيبوا مثل ما تقول بحال الضمور نروح الإذاعة ونطلع نروح الإذاعة ونطلع ونحن افتكرنا بعد ما نروح الإذاعة بفترة يعني سبوع سبوعين ننطلق إلى الميكروفون ونقول إذاعة قطر من الدوحة ولكن لم يحدث هذا الأمر فالكل ترك الإذاعة بحث عن باب الهروب فبقيت أنا لحالي فرحت لوالد كبير في السن قلت لي رح أرجع للتربية والتعليم كمدرس فما كان من رجل صاحب فكر وصاحب رؤية مستقبلية إلا أن صرخ في وجهي وقال لي روح أرجع للإذاعة وأخذ بيدي وقال لي أرجع للإذاعة وما كان منها إلا أن صمم على هذا الموقف البطولي فعدت للإذاعة وكان ما كان يعني هي قصة طويلة جدا جدا ولا أعتقد أنها تفيد المستمع أكيد 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 وكان المواقف أني أنا في حقيقة الأمر أن قرأت نشرة دون أن أعي ما هي النشرة وكانت يمكن أسوأ نشرة قرئت في كل الإذاعات في العالم أني لا أعرف ولكن من نتيجة قراءتي لهذه النشرة أن تم إرسالي للقاهرة إلى المعهد الإذاعي في الشريفين ووجد كل اللي موجودين في المعهد خريجين الجامعة ولكن أنا أحمل الشهادة الثانوية الأمر مختلف ولكن الحمد لله في هذا المعهد كل اللي يقومون بالتدريب يشكلون جامعة باب شارو اللي هو محمد محمود شعبان عبد الحميد الحديدي الشاعر الفحل محمود حسن إسماعيل يوسف الحطاب أسماء كبيرة أسماء كبيرة أسماء كبيرة يعني خلال ستة شرعت إلى قطر كانت مداركة متفتحة على إذاعة كيفية مخاطبتها وبدأت المرحلة في حقيقة الأمر التحق في هذه الفترة صديق عمري غاز حسين وبدأنا نقدم برنامج يومي ربع ساعة اسمه مساكم الله بالخير باللهجة المحلية لقد تجاوب من الجمهور القطري لأن أخاطبهم باللهجة المحلية طورنا البرنامج إلى نص ساعة يومي وعدت الأمور كلها أيضا التحق بالقاهرة بالمعهد الإذاعي بعد ما خلصت بمعهد المسرح كملت دراستي في قسم النقد مع زميلي غانم الصليطي تخصت في النقد وكانت رحلتي أني أنا أكمل أيضا الماجستير والدكتوراه في إطار النقد المسرحي عجبتني لدراست النقد لأني أحب الأدب في هذا الإطار وحببتك للمسرح هذا المسرح طبعا معهد العائل للفنون المسرحية في القاهرة القاهرة عالم آخر بمعاهدها بفنونها بمسارحها بممثلينها وأعتقد أن المسرح جميل يعني ولو أننا في قطر كنا يعني سباقين في هذا الإطار لكن الضبابية غلفت الآن مسرحنا نتمنى العودة إن شاء الله ووزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم مهتم بهذا الإطار حاليا قدر المستطاع أن يعيد اللحمة ثاني مرة إلى المسرح وإحنا إن شاء الله في الموسم القادم نحاول قدر المستطاع أن نقدم المسرح القطري مرة أخرى إلى الجمهور كي نواكب مسرحنا المسرح الخليجي والعربي وتستعيدوا ذكرياتكم الكبيرة في المسرح العربي بشكل عامل طبعا طيب أستاذي المسرح والإزاعة والنقد في الإزاعة في وقت ما إزاعة قطر كانت إبارة عن برلمان عربي كبير جدا جدا فيها عدد كبير من الجنسيات العربية بنختلف المسميات أكيد هذا التنوع خلق أجواء ثقافية كبيرة جدا جدا في احتكاكم بثقافة الغير خاصة في ذلك الوقت كانت الإزاعات معظمها من المثقفين والمدركين والواعين ده برضو يكون زاد شوية في شقفك وفي اطلاعك وفي إدراكك للوضع الإزاعي صحيح بلا شك أقول لك أنا محظوظة في بداياتي من حسن حظي أني أنا كان في غرفة في اثنين من الأشقاء العرب الأستاذ إحسان رمزي والأستاذ فيما بعض الوزير حيدر محمود وزير الثقافة الأردنية فيما بعض أنا خريجة ثانوية فلما أقعد معهم في الغرفة أراهم يتحدثون عن أدباء وشعراء أنا ما سمعت بيهم أو سمعت تشاش فيتكلمون عن الفيتوري من هو الفيتوري؟ يتكلمون عن بولند الحيدري يتكلمون عن صلاح عبد الصبور يتكلمون عن ماركيز أسماء أكبر من عمرك وأكبر من فكرك أنا شاب عمري 17 سنة يعني ما سمعت فأيتكلمون فألتقت منهم إذا عندك الرغبة في التقاط هذه الأسماء وعن ماذا يدور فيما بينهم فأنت مهيأ لأنك أنت تستفيد من هذا الكنز الثر اللي موجود في هذه الغرفة كان هذا الأمر يحقق لي الرغبة والاطلاع على شيء موجود بين يدي أعتقد أن إذاعة قطر كان الكنز الحقيقي بالنسبة لي لأنه جامعة موجودة بين يدي إذا أنت عندك الرغبة الرغبة الحقيقية أنك تتعلم تكتساب المعرفة فيما بينهم لأنه عندك الأخوة من السودان من فلسطين من الأردن من سوريا من مصر من كل الوطن العربي فيه اللي تستفيد منه وفيه اللي ما رح تستفيد منه اللي ما تستفيد منه تركه اللي تستفيد منه اجلس معه الوقت طويل أيضا هناك شيء جميل في إذاعة قطر الإثار أنت يا عبد الله اليوم زوجتك تعبانة ما تقدر تجيه فأنا مستعد استلم عنك الفترة أقرأ عنك النشرة هذا الروح المغموس باللقمة الصباح نتجمع كل واحد يحط المبلغ البسيط اللي تاخذ من راتبك نجيب الأكل المغموس بالمعاناة ونفطر مع بعض في الليل نتعشى باللقمة البسيطة مع بعض هذه العملية الحميمية في الليل نلتقي مع بعض بعد الدوام لأن ممكن لنا متزوجين فكلنا مع بعض نقعد وأعتقد هذا الأمر خلق بالنسبة لنا حياة أخرى حياة أشبه بالحياة الأسرية مع بعض وأعتقد هذا الروح البيئة كانت أسادة عملت شيء آخر أنا وغازي حسين والأستاذ الله يرحمه عبد الرحمن المعبادي خميس جمعة أخذهم في رحلات إلى القرى والمدن خارج الدوحة فنتجمع مع بعض هذه الألفة خلق لنا عالم آخر روح الأسرة مع كل الزملاء طبعاً لأندي دوام الأسبوع الجاي ما عنده دوام فنعمل هذه بخيامنا بذبايحنا بسياراتنا فهذه الحالة كانت شيء بعد ما طلعنا من الإذاعة يمكن فقدو الزملاء لكن فترة اللي كنا موجودين الحين نذكرون يقول والله لما كنتوا أنتوا كل أسبوع كنا نروح ما نروح رأس مطبخ ما نروح الشمال ما نروح هذه العملية كانت عملية جميلة نطبوخ ونقعد ونسهر ما نروح صوب الويتشير صوب الوكرس فهم على المناطق المختلفة من بلدنا ومرة ثانية روح التغالق وروح الأسرة مع بعض جميل كان شيء جميل يعني جميل وده الشيء الطيب اللي كان الزمان الحين تخش المؤسسات ممكن تجد تفرق أو تجد أشياء كثيرة في الداخل اختلفت بشكل كبير الآن أنت في موقع المستمع لإزاعات قطر وفي موقع المستمع لعدد كبير من الإزاعات العالمية تشقل الراديو وبتستمع هل هناك اختلاف في المادة التي تقدم في الطريقة التي تلقى بها البرامج أو الفكرة الموجودة في الوقت الحالي وفي السابق كثير جدا 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 يعني أنت أول قبل لما كنت في السودان كان في برنامج يشدك لما يقدم عبدالله الطيب لما كان يقدم برنامج علي شمه صح؟ أكيد بلا شك لأنه اللي كان يشدك المذيع كنت تركب مثلا مع زميلك في السيارة فتسمع قول على قول من إذاعة البريطانية لأن يغذي ذاكرتك في أي إذاعة كان في برنامج يخليك أنت تذهب للإذاعة حتى تسمع هذا البرنامج معظم الإذاعات الآن كلمة وأغنية تحولت إلى إذاعات FM مع الأسف هي الإذاعة اللي كان يقدم لك الفكر والفن والثقافة والمتعة ما فيه إحنا كنا قبل رمضان الله يرحمه عبد الرحمن المعبادي يبعث المذيعين لكل العواصم العربية يقول أنت روح وسجل مع الأدباء مع المفكرين مع المثقفين وتعال شهر رمضان هذه مثقفين من كل العالم معهم لقاءات فأنت تسمع إلى إذاعة قطر طوال الشهر الفضيل فكر من العالم متنوع صحيح يوميا تتلقى معلومة جديدة طبعا وتتعرف على الآخر أول شيء أنت رايح بالنسبة لك أنت شايف عاصمة عربية أخرى في نفس الوقت هذا بالنسبة لك هدية في نفس الوقت أنت جاي بمادة جديدة أيضا كان عندنا نجيب نجوم لمدة أسبوع مرة سهر البابلي مرة أسبوع أو مرة نور الشريف هذا يجون من بعد الساعة تسعة إلى غاية الساعة واحدة بالليل يطلقون أسئلة من المستمعين نوع من التجديد كل أسبوع نجدد هذه فكرة كانت عبد الرحمن المعضادي يقدمها أيضا كنا نقدم مسلسلات تنبش في الذاكرة الإسلامية كان مرة موجود قال ليش من قدم أبطال في التاريخ الإسلامي هل أنت سمعت عن عروج بربروس عروج بربروس هذا خلى القراصنة في البحر الأبيض المتوسط يبحث عنه ما هو مين اللي خلى الأسبان وخلى الفرنسيين وخلى الإنجليز يصرخوا وخلى فعلا هذا الإنسان العظيم يدوروا عليه يدافع عن الإسلام شخصيات أنت ما سمعت به ولكن هذا الشخص لعب دور مؤثر في شخصيات موجود في التاريخ السوداني لعب دور مؤثر لا جيبوا عمل أنه مسلسل حتى الإنسان السوداني يدعي عنه لأنه لما كان موجود في التاريخ الإسلامي جلب مستعمر في فترة من الفترات وغطى هذه الشخصية مع أنه لعب دور مؤثر فكنا ننبش في هذا التاريخ ونحاول ننقدمه في الشهر الفضيل نجيب من التاريخ الجزائري من التاريخ الموريتاني نحاول دورنا أن نقدم مثل هذه الشخصيات ننفذ الغبار عنهم لأن دورنا في الإذاعة فهمت ليس دور الإذاعة أن ننقدم سيرة الراقصة اللولبية لا الإذاعة مسؤولية مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع طب أستاذي نمرك شوية من جانب الإذاعة واللي أنت عندك فيها شقف كبير وتاريخ كبير جدا جدا في قطر أكيد النغضة المسرحي نحن جبالي تكلمنا عن شغفك ودراستك للنغضة المسرحي وحبك ليه وحببك في الخشبة وافتقدنا المسرح بشكل كبير في كل الوطن العربي بشكل كبير جدا جدا ألا ما أدري يعني أسباب لا وإذا ندخل في تفاصيل لا تعنينا في هذا اللقاء لكن الشقف المسرحي مهم جدا جدا ونحن أنا جلست مع بعض المسرحيين السودانيين في الدوحة وسألت عن علاقة المسرح بالمثقفين وكذا وجدت أن المسرح كان يعج جلست مع الأستاذي القالي جدا جدا محمد السني وتحدثنا كثيرا عن المسرح وكذا فين يعني الاتجاه جماش لي وين انت شايف وشهة نظرك هو مثل ما قال محمد السني ومثل ما يقول كائنا من كان المسرح في الوطن العربي لابد أن يكون من المسرح الطفل مسرح الطفل الموسيقى من المرحلة الابتدائية الرسم من المرحلة الابتدائية الآن أنا وانت رايحين لأحدى المدارس الابتدائية في السودان فأنا اكتشف في المرحلة الابتدائية أن الطلبة يروحون المدرسة على مرحلتين من الساعة سبعة للساعة وحدة ومن الساعة وحدة للساعة خمسة على مرحلتين الصباح والمساء ها في السودان نروح للعراق بيروحوا على ثلاث مراحل من سبعة لإحدى عشر من إحدى عشر لثلاث من ثلاث لسبعة بنروح لدورة أخرى بيروحوا على أربع مراحل الأخ مدير مدرسة الصفوف مكتظة عنده بيقسمهم هل بيعطينا صف للرسم بيعطينا صف للموسيقى أكيد لا بيعطينا صف ندرب في طلبة على المسرح ما بيعطينا إذن هذا المدير ما عند الصفوف يعطينا فكيف بندرب الطلبة على هذه الفنون إذن أول شيء المراحل الأولى ما بيعطينا والإعدادية ما بيعطينا والثنوية ما بيعطينا المراحل التأسيسية ما عندنا هذا في الغرب مقدس في الغرب مقدس مقدس فيبتدي من التأسيس موجود نجي إحنا يا عبد الله إنت حبيت المسرح البروفة سوى لك محمد السني لشهرين وعرفت يومين بعدين أعطاك الأجر مالك 400 ريال 400 ريال أنت كنت متسلف من عند أمك 600 عشان تاكل سندويجات وخدت من أبوك 400 ريال تانين عشان المواصلات هذه 1000 ريال واجرك 400 ريال خدت هذا 2000 ريال وانت طلعت في 6 حلقات في التلفزيون لو قال لك السني تعال عندي مسرحية تانية بتروح له المسلسل اللي يكون عندي الشقف للمسألة هادي اللي يكون عندي الشقف لعاو عاوز يتعلم بعدين سألت ابن عمك قلت شفتني في المسرحية قال يا زور روح ياخي مسرحية شنو فلقيت ابن خالتك قال لك ياخي تعال والله جماعة شافوني في المول قال ياخي عبدالله دي جميل طالع في المسلسل بتروح المسرح ولا بتروح المسلسل تروح المسلسل طيب هناك شافوك ناس كتير ايو ويني ما حد شافك اكيد بتقول لي المسرح هي مكسبك انت ماذا يعطيك المسرح كان في القاهرة واحنا ندرس مكتوب مع العادة الامام السنة العاشرة وسامير غانم السنة الثامنة والمسرح كان موجود وين مسارح في القاهرة الان ومحمد صبحي السنة كذا وينه اجر الممثل صار كام اجر محمد رمضان في المسلسل كام مات مليون جنيه تقدر تجيب يمثل في المسرح اكيد لا يا جماعة الخير من بيجي غانم الصليطي موجود كم تعطيه اجر الخشبة كام اجر الممثلين كام التذكرة بكام هي كم تدفع حدث العاقل كما قالوا قديما اين المؤلف اللي بيكتب لي مسرحية كم تعطيني ما هو هذو اللي بكتبه في المسرح بسوي ثلاثين حلقة تليفزيونية هناك اخد ملايين طبعا هناك اخد ملايين ايوه فلذلك يا جماعة الخير هذو اللي قاعدين يقولون هي بيع كلام بيع كلام اين المسرح واين المسرح عطني عطني بيعطيك مسرح قطر الوطني طايح سكفة ليش ما يروحوا يصلحوا صح صح هاي مو مسرح الدولة اكيد بس العائدة المادة في المسرح مختلف تماما عن عائدة تليفزيونية عن عائدة الدراما في التليفزيون طيب قاعد تجد نقض منكم الدراما التليفزيونية قاعد يلجئ ليكم في النصوص يلجئ ليكم في المسلسلات حتى يعني يعني توجه هذه بالشكل الصحيح للمطلقة حتى يستفيد منها ما في والتليفزيون انت بتبيعها لعشرين محطة لخمستعشر محطة لأشر محطات فبترجع خسارتك المسرح بتبيعها لمن المسرح انت تبيع المسرح الكوميدي التافة اللي ما له قيمة المسرح فكر المسرح ثقافة فهم انت اليوم لو انتجت ريش النعام النص السوداني مين بيشتري منك ما في حد بيشتريه في المسرح ما في حد لكن لو دخلت فيه اشياء وانتجتوا كمسلسل بيجد بيجد تحظوا هذا اللي احنا والله نتمنى انه يحصل اهتمام كبير في الوطن العربي بالمسرح وانه خشبة المسرح مهمة بتتلقى منه اشياء كثيرة استاذي زكرت لي عدد من الاسماء السودانية بروف عبدالله طيب بالرحمة والمغفرة علي شمو وازكر اول لقاء خوجة لي صالحين خوجة لي صالحين اول لقاء لي معك كان في ازاعة حبايب وانت مارك من الستيديو وانا داخل على الستيديو عاوز اقدم برنامج زكرت لي علاقة طيب التجمعك بالراحلة المقيم اللي اثر في وجداننا بشكل كبير وباغنياته واستاذنا الراحل كابلي واحد من اصدقائك البلابل البلابل ايضا كان وحتى يعني وردي ابراهيم عوض كان صديق جميل ايضا من الناس الحبوبين جماعة كثيرين مروا كده سنت بالليل كلام ذو كل بالله وجائما تقولوا لي ده باللهجة السودانية نعم تقولوا لي باللهجة السودانية مين الحديثة اللي حنتحدث عن الفنانين السودانيين والله شوف كل بوهم هذي لكانوا ناس جميلين ودايما اقول يعني اكثريتهم الجماعة دول يعني اتكلم عن مين واخلي مين اخف انسى دايما اقول الزول السمح دول كلهم يا سلام والله حقيقة يا سلام دايما كنت اقول على الجماعة كنت اروح امر عليهم ساعات السودانيين يقول لي يا اخي يالله نجيب نمشي الجامعة يقول يا اخي ما عندي يقول لي ما عندك شنو يقول لي يا اخي فلان فلاني جاي يا اخي لبس التيابي وخرج اقول خرج ليه يا اخي يا اخي يا اخي 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 ده ما التكاتف الموجود لا لا اجمل شيء اول مرة اروح له يعني كان هو موش رحت الخرطوب هو داخل رحت الخرطوب طقيت الباب عليه عنده صاحبه في البيت قلت له نجيب اوين قلت له نعم قاد له وين نجيب قلت له احنا اضربه اخي قاعد اكلمك وين هو يسول يققك بقعدين قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له اخي سودانيين جميلين يا اخي في طبعهم بس هو اقول لك يعني تروح للبيت عشرين قاعدين اختعال قال اخي يتعالج كيف يقعدون عندك وانتم يأكلون يشربون ليش اقول لك يؤثرون على نفسهم والله يعني بس احين بس في القاهرة مساكين يعني الله يرفع عنهم الغم اللي موجودين فيه والله صراحة يعني والله صراحة كيف يعيشوا كيف الحياة بالنسبة لهم لكن هذه الحياة والله يتحملون ويعيشون والله استاذي يعني ربنا سبحانه شاء الله يرفع عنهم يرفع عنه بس في حاجة بيقول لكم انتم سودانيين على كثرة هالأدباء والمفكرين انتاجكم مع الأسف الشديد في فترة الستينات عرفنا الطيب صالح عرفنا وردي عرفنا صلاح أحمد ابراهيم عرفنا مجموعة من المبدعين الآن عندكم مبدعين ليش انتم مغلقين على نفسكم ليش ما يطلع أبداعكم خارج الحدود حتى بالنسبة لمعارض الكتاب يعني ليش محدودين هذا الإطار يعني حرام مع الأسف يعني يعني مفروض يكون لكم إطلالة يعني أسابيع ثقافية شاركوا بمبدع بأديب بشاعرة بمبدعة يعني قولوا اطرحوا صوتكم مع الأسف يعني وفي موروث كبير في السودان طيب موروث كيف أعرفه أنا أنا بعلاقتي بالسودانيين أعرف الآخرين ليش لا يعني حاولوا قدر المستطاع السودان قارة من المبدعين حرام هذا الشيء والله يعني حتى فنكم أصبح محصور أكيد 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 محصور لأسباب كثيرة يعني أنا من الشخص الممكن أتحدث عنها لكن أستاذي الأوضاع الموجودة السياسية الأشياء ربما تؤثر بشكل كبير في المنتوجة أو الفعلة الثقافي بشكل عام دراما مسرحة غنيات شعر أدب كتابة رواية ووضع بلدنا شوية متقلب في الفترات طويلة يتمنى ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بالاستقرار والأمان ويعود السودان رائد في الفعلة الثقافي من أجل كان تربطك علاقة قوية معه وكان يزورك في الدوحة من السودانين مين؟ علاقة كبيرة مع البلابل وكان يسجلون أغاني الواثق كان يجي وسجل في الإذاعة مثل ما قلتك إبراهيم عوض كان موجود معنا في الإذاعة أيضا كعازف قيتار ولد الحاوي سنين يعني كان عندنا الله يرحمه غانم كمهندس غانم الخاطر موجودين كثير يعني كانوا يشتغلوا معنا سنين يعني في الإذاعة زملاء قرأت الكتاب السودانين قرأت الكتاب السودانين وكتبت عنه كان جاء هنا واستغربت إنه في كاتب في حجمه فهمت وما حد يدري عنه وكتبت عنه يعني تخلينا تذكر اسمه والله كتبت عنه طيب صالح كان موجود في الدوحة برضو أي طيب صالح طيب كتبه عملنا له فيلم أخرجه خالد الصديق ومع الأسف الشديد ما عرضه إنتاج قطري مع خالد الصديق يعني ما تعرض؟ لا ما تعرض مع الأسف أنا حتى كلمت خالد صار إشكالية بس إنتاج قطر يعني وثلاثة أفلام عمله هو إنتاج قطري شاهين عمل شاهين وعمل آآ 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 زين بطيب صالح عرس الزين أي عرس الزين أرس الزين وعمل فيلم ثالث برضو وما عرضه صار إشكالية حتى انا كنت في بيته بيت خلص صديق الله يرحمه وقال له اشكالية صاير وحرام يعني وتوفى قبل سنتين والطيب وتوفى بعد البلابل كنت بتسمع لهم شنو يا استاذ البلابل كنت بتسمع لهم شنو لا البلابل والله كانت عملوا حفلة هنا وفي القاهرة كانوا كان يجون كان معاهم يا اخي مستيقار هاجر اظني مستيقار كان يلحل لهم مشيقار بشير عباس بشير عباس هاجر اظمان توفى وهي توفى بشير عباس بشير عباس جاوم هنا بشير عباس كان يلحل للبلابل بشكل كبير حتى هنا كان هناك من الفنانين الكبار السودانيين الذين لديهم اسم كبير هاشم مرقني هاشم مرقني توفى هنا مصطفى سيدération Lazalnya مصطفى سيد سيد Laurent مصطفى سيد آحمد توفى هنا في الدوحة وقاعدوا فترة طويلة جدا جدا والأدباء برضو والدراميين موجودين في الدوحة كثرة كيدة عملت مع المسرحيين الموجودين في الدوحة وكذا كان ذكرت لي أغنية للكابلي وكثير والله الكافري قلتها لي أنا بس أنا صورتها بس ما عارفت حزفت من تلفوني هو غنى هنا للتلفزيون سكر وغنى أغنية من الشعر العربي بتقول إيش؟ خذني أذكر لك من الشعر اللهي الذاكرة لسه شبابي يا أستاذ حسن لا والله هي أغنية حتى تغنى خليجيين غنوها كثير يعني مش يا عروس الروز اللهي ما تذكر حافظ إيش من الكابلي حافظ إيش للكابلي غنى أراك عصية دمع هو غنى برضو راك عصية دمع شي ما تكتصبره غنى والله لو قايلة أجيب لك لستة كانت عندنا في الإذاء والله سلام الله أستاذ يا أخي أنا يعني سعيد بأنه شخص زيك وقام لا كان مرة ينشوي اللقاء في التلفزيون السوداني ويتكلم عن صديقي في قداء كلمني واحد قال لي ذاكر اسمه كنت رأي شا سوي أكيد يسكروك أنا حضرت تكريمه في السودان كيف رحت خرطوم سنة كم إذا رحت خرطوم سنة كم رحت لأكل لك في تكريمه هو عبدالله الطيب كنت موجود كابلي عبدالله الطيب الأثنين دي يا سلام يا سلام والله أستاذ ياخذها يعني شرف عظيم لنا أنه هو الحاجة نحن نتحاور معاك في مسألة في الزاوية الجميلة منك مساحات أنت عاوز مساحات كبيرة جدا جدا لكن نحن اخترنا الأجمل أنه أستاذنا تكون معنا ومتواجد معنا في بودكاست أجمل زاوية حتى يرتبط اسم أستاذنا حسن بكل سوداني موجود في الدوحة أو خارج الدوحة بشاهدنا أنا سعد جدا جدا بلقائك الجميل لو سعدت بالدردشة الرمضانية الخفيفة وآسف جدا جدا جبتك لحد هنا والله السودانيين أنت تشوف تكلمت عن كل شي جزء مهم عن السودانيين ما تكلم اللي هو اللي هو الرياضة والسودانيين تتعرف السودانيين دولا موجود قطر من أقدمهم الله يرحمه عبدالجليل حسن دق دق يا سلام هذول اللي الرياضيين اللي يقدماء طبعا عبدالجليل موجود من الخمسينات هني فهمت حسن دق دق من الخمسينات من مؤسسي الكورة كان في نادي السيد تقريبا كان من العباس لا الحين موجود يعني جيل 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 ساهموا أثر في حقيقة الأمر يعني ولو تكلم يعني مفروض تستضيف رياضي لعب دور وأنا أرشح لك اسم أحمد علي الأنصاري لو قدرت تصطاد وهو سعادة السفير تعمل معلقة فيحدثك عن الرياضيين في حقيقة الأمر والسودانيين لأن هذا أو يوسف الساعي والذيلين الاثنين كنز لابد تستضيفهم ودور الرياضة والسودان إن شاء الله إن شاء الله إنت عرباوي ولا إنت عرباوي وهم الاثنين ذيلين العرباوية إنت عرباوي بعد طبعا أكيد وهل مكان اللي قاعد فيه عرباوي أكيد أستاذنا فيصل أو إبراهيم عرباوي عالصميم طبعا وزملكاوي بعد والله إنت أهلاوي أو زملكاوي أنا زملكاوي نحن طبعا عندنا نقضبين كبار زملكاوي نحن عندنا نقضبين كبار هلال مريخ أنا والله أمين للمريخ يا السلام والله ليش شوف أيها عادي أمين للمريخ لا لا المريخ مريخ خابي شكرا كتير أستاذي الدكتور حسن رشيد شكرا أنا في الحقيقة أشكر عبد الله وأشكر كل السوداني لأن ندذلين في حقيقة الأمر مرسومين على شغاف قلوب أي قطري الطيبة والإثار وحب هذا الوطن ومثل ما يحبون نحن نحبهم ونتمنى السلام لهذا الوطن الغالي ودائما أقول أصحاب قلوب اليوسمين أتمنى لوطنكم الغالي ووطننا السلام 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 وكل سنة وانت طيبين شكرا كتير أستاذي حسن رشيد كنت ضيف عزيز علينا في هذه المساحة بين بوتوكاست أجمل زي بتأكيد قطر وإسهامات قطر عندنا نحن يعني بحب الشعب القطري وشعب القطري أكيد يبادئنا نفسي هذا الحب الكبير نتمنى الاستغرار والأمن لوطننا السودان يعود السودان رائد الثقافة ورائد الإبداع وأيضا رائد في عالم الرياضة كرة القدم بالتحديد إلى نلتقيكم في حلقة أخرى من بوتوكاست أجمل زاوية تقبلوا خالص تحياتي وتحايا الحبيب نوما فتحي البربري في أمان الله سود علاني لغناي يا مستحك الغناي أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك الغناي آه بختارك انتو كفاي مهما خطاي ملتاك شافت سواك أمكنا بلدي بحبك شديد بلدي بحبك أنا